اشتركوا في القناة قال الحق جل وعلا في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما اليتيم فلا تقهر صدق الله العظيم ايش معناها فأما اليتيم فلا تقهر اليتيم لا تذل ولا تقل لا تضرب ولا تكتف ولكن أحسن إليه وطلطف قال العلمة ابن كثير في تفسير هالآية القرآنية الشريفة كن لليتيم كالأب الرحيم أما ثم جماعة يويلهم من عذاب ربي يقهروا ويعذبوا وينكلوا بليتيم وينساوا إلي هذا إثم كبير وجرم عظيم إيش قال المولى عز وجل في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير صدق الله العظيم وحديثنا قياس وربي يجعلنا وإياكم من خيار الناس يحكي وإلي الولي الصالح سيد أحمد بن عروس اتربي يتيم ابوه توفى صغير وأمه أخذات راجل أخو حشاكم هذا إنسان شيطان لابس حويش من شري ما خلق الرحمن يكره سيدي أحمد بن عروس كره مفرط وعامل فيه شر الشعف النهار وطوله وهو يخبط فيه ومرته تقوله يا ولدي أخطاه يقول الهلاء أبدا ضرب على الهبرى تزراق وتبرأ آخر معمل إكراله راشد بالفلوس واحد حشاكم دزاز مشنقة إشراله فلقة وحبل وقاله حسبني بجلده الراجل يضرب وسيدي بن عروس مسكين يتوجع ويتقلم ويقوله إيش عمتلك راني تفل صغير وضعيف ويتيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما اليتيمة فلا تقهر والسيد الأخر مغلوبة على أمره إيش بيش يعمل يوقف على الضرب ويقوله اللوح قال للمصمار اسغف عني انزلت حتى دخلت وسط حشايا قاله المصمار موشي مني من هالمطرقة اللي يدقه راية انهار منهارات سيراجة لأمه حبي هجه من الدار ضربة واحدة وحبي عجزه إيش عمل أعطاه ريال وقال له برمشي للسوق اشري لي به بالك وإذا ما تجيب لي شي بالك انطردك من الدار وعليك بسقيفة الحمام أخذان سيد يحمد بن عروس الريال واقصد ربي قلبه مرعوب وخايف خايف لما يلقاش يبانك وترسيله بيت البر هو كما نقوله احنا في بطحة براك الأجمال وتخرج حاشاكم لفعة قد الماهي ترعب الناس الكل هربين يعيتوا بالك 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 معناها رد بالك وسيد يحمد بن عروس مقدم لها كيسمع هالكلمة يسخايل بالك هي اللفعة شدها بيديه ارماها في الشكارة لوح الريال في القاع وقال فيها حت سيقيه أعلى من رأسه وصل للدار اتخلى على رجل أمه للبيت يلقاه عامل بمريفق حل الشكارة لوح اللفعة قدامه واش قال له قال له هذي بالك بفلوسك شريت هالك صاحب الخير هنيه وصاحب الشر هالك تضربوا هيك اللفعة ضربة قاضية وتوسقوا للدار الدائمة وهذه هي عاقبة اللي يقهر لتيم وربي جعلنا ان شاء الله وإياكم ممن له في القلوب قلب رحيم وصدق رب العزة حين قال وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فأما اليتيم فلا تقهر صدق الله العظيم اشتركوا في القناة